موسيقى أرحب بكم مشاهدينا في برنامج الصحة أولا من فرانس 24 في حلقة اليوم أستضيف دكتور ريشار سبعلي لفتح الملف التالي كيف تتم جراحة ترميم الجلد بعد الحروق في هذه الحلقة تشاهدون أيضا روبرتاجا عن دراسة طبية جديدة تكشف عن علاج ثوروي للحروق ومن ثم سيجيب دكتور ريشار سبعلي عن أسئلتكم التي طرحت عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج أرحب بك دكتور ريشار سبعلي في برنامج الصحة أولا وعلى شاشة فرانس 24 في البداية نود أن نعرف ما الذي تفعله الحروق بجلدنا عندما نحترق طبعا لدراجاتها المختلفة طبعا تفضل مجور سونيتا مرسي لها الاستضافة الحلوة أول شي الحروقات هي تنزع تداول طبقات الجلد فبيصير في تشوه بهذه المنطقة بيصير في ندبات بهذه المنطقة وبتغير متكونات الجلد طبقات الجلد بتغير تدريجيا إذن عندما تحترق المنطقة بنية الجلد تتغير وتنكمش مظبوط تتغير وتنكمش بيصير في اختراب بالكولاجين اختراب بالفيبر ديلاستين فالخلايا بتبطل طبيعية بتصير خلايا نائسة من المياه وبتعمل تشوه بهذه المنطقة وندبات شكرا لك دكتور ريشارد سبعلي على هذه المقدمة ننتقل الآن إلى هذه الدراسة الطبية الجديدة التي تشير إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تطوير وتصويق علاج جديد للحروق من شأنه أن يشكل ثورة كبيرة نظرا لفعاليته الكبيرة حيث يمكن المصاب من استجاع عافيته في وقت سريع وبمعاناة أقل كل التفاصيل في هذا التقرير تعالوا نشاهد تشكل النيران خطرا قاتلا للإنسان فحين يتعرض لألسنة اللهب تترك الحروق على جسمه ندوبا وتشوهات يصعب التخلص منها بعد أن كان علاج الحروق يتطلب أشهر كثيرة ورعاية خاصة يلوح في الأفق أمل جديد لضحايا الحروق إذ وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تطوير وتسويق دواء جديد لعلاج الحروق من شأنه أن يشكل ثورة كبيرة بالنظر إلى فعاليته حيث يمكن المصاب من استرجاع عافيته في وقت سريع ومعاناة أقل المنتج الجديد الذي توصلت إليه مؤسسة أفيتا ميديكال وحصلت على ترخيص لتطويره وتسويقه في الولايات المتحدة يمكنه أن يشكل ثورة طبية إذا أكد الرئيس التنفيذي لشركة أفيتا إن نظامه الجديد المسمى ريسل يقلل إلى حد كبير كمية الجلد التي يجب إزالتها للتخلص من السطح المحترق إذن دكتور ريشارس سبعلي ما رأيك بهذه الدراسة وهذا العلاج الجديد هل سيفيد مرضى الحروق؟ نعم هو الدواء اسمه ريسل يعني هو إعادة تجديد الخلايا فأكيد هذا الدواء عمل بطريقة على أنه يجدد الخلايا الميتة الخلايا التي هي نقصة من المياه كرمال ترجع البشرة وترجع الجلدة طبيعية يعني ترمم نفسها ترمم نفسها فأنا أبوافق أكيد على هذه الدراسات لأن دراسات معمولة وعلى كذا مريض فأكيد في نتائج بوزيتيف من وراء هذا المنتج الجديد الدوائي شكرا على التعقيد دكتور ريشارس سبعلي يترى بعد كم من الوقت يتعافى الجلد المحروق؟ الجلد المحروق حسب درجة الحرق إذا درجة أولى درجة تانية مثل ما منعنا في الدرجة الأولى هي كتير سطحية درجة تانية تانية بتكون أغمة والثالثة والربعة بتكون أغمة وأغمة فالأول درجة بين خمسة أيام لعشرة أيام للدرجات البائية من الثلاثة إلى الأربعة من الشهر لعدد أشهر أكيد نعم يا ترى هل تحاولون أنتم كاختصاصيين في البداية مساعدة مريض الحرق على تجديد الخلايا عن طريق الطرق الطبيعية أو عن طريق آلات معينة قبل الوصول إلى الجراحة؟ نعم فيه كريمات بتنحط على الجلد على البشرة فيه كريمات طبيعية هي مثل العسل بيكون فيه بانصمان بواسطة العسل وبيكون فيه أكيد دماضة في عسل مزبوط وأكيد فيه كريمات بتجدد الخلايا الجلدية وإذا هذا الشي مساعد نرجع ناخد غير طرقات مثل الليزر مثل الإنفراليد لايت وبالآخر إذا ما زبطه بنروح على كل للحالات للجراحة وباستقصال الندبة أو الشهوة هل أنت في غرفة العمليات ترمم الجلد المحروق؟ أخبرنا نعم أنا عندي كان مريضة رممت لها جلدة استقصلت الجلد يلي هو كله ندبات يلي هو كله مجعلك كفايت ببعضه استقصلت ورجعت زراعة جلد محله من منطقة صافية ليس عليها الحروقات مثلا من أي منطقة تأخذون الجلد المتاع؟ من منطقة الرجلين من منطقة تحت الإباط نعم من البطن ممكن أن نأخذ ومن الظهر ممكن أن نأخذ الجلد المهم أن يكون جلد صافي له عليه حروقات وهذا الجلد تحرصون على أن يكون من دون شعر مع الشعر كيف تختارون حسب المنطقة المحروقة؟ مزبوط كيف تستبدلون الجلد بجلد مماثل؟ مزبوط إذا المنطقة يعني إذا المحروق كان 70-80% فليس لدينا الكثير من الجلد الصافي الباقي فنحنا مضطرون على أن نأخذ من هذه المنطقة إن كان عليها شعر أو لا فنحنا نحذر المريض فممكن أن المنطقة التي سوف ينزرع عليها الجلد يمكن يصير في عليها شعر إذا كانت في منطقة الواجهة أو في غير مناطق أما إذا ما كانت المنطقة 70-80% إذا حرق 10-15-20% مناخذ من المنطقة أكيد ما بيكون في عليها الشعر ما بيكون في عليها يعني بتنقدر تنحط بتاني منطقة وبتكون تشكل تندمج مع المنطقة التي تستقبل الجلد المزروع يا تورا كم تستغرق عمليات زرع الجلد كما نفى منك عمليات زرع الجلد هي بسيطة جدا فالمشكلة مش أنه بأخذ الجلد أخذ الجلد بتاخذ بعشر دقائق ليس أكثر ولا أقل فهي تحضير المنطقة لوضع هذا الجلد لكي يكون متدامج لكي ما تموت الجلد اللي حنحطه بالمنطقة الجديدة هذا اللي بيستغرق الوقت لأنه بنا نحضر نحن المنطقة اللي لازم تاخد الجلد وبعد هنا منعمل الغريف ببو يعني زرع الجلد يعني أن تكون هذه المنطقة فيها تروية مزبوط لكي الجلد المزروع يكون تصيله كل المغذيات لكي يعيش يا تورا هل نستطيع أن نفرق بعد الزرع ما بين الجلد المزروع والجلد المحيط بالجلد المزروع أم العين المجردة لا تستطيع نستطيع أن نفرق لأنه بيكون في دائما فرق باللون وبيكون في دائما محددة المنطقة اللي نحن حطينا فيها زرعنا جلد جديد تقصون على الشكل مربع أم شكل دائري شكل حسب المنطقة اللي هي مصابة إذا المنطقة مصائبة دائرية فمناخد دائرية إذا المنطقة مربعة مناخد شكل مربعة فأكيد حيظل في فرق بلون الجلد وبسمكة الجلد وما الذي يحصل في المكان الذي غتم منه الجلد هل ينمو الجلد من جديد؟ ينمو الجلد من جديد هذا شيء خاص بالإنسان أنه إذا جرحنا إذا أخذنا جلد من منطقة بيرجع الجلد يتكاتر وبيعمل سطح جلد جديد بثلاث أربع أسابيع ماكسيموم شكرا لك دكتور ريشار سبعلي على كل هذه المعلومات القيمة لمشاهدين ننتقل الآن إلى أسئلتهم هم كتبوا إلينا على صفحة الصحة أولا على الفيسبوك صفاء من الأردن تسألك لماذا يصاب الشخص بالحكة في موضع الحرق إذن؟ الحكة هي عادة بتكون لأن الخلايا بتصير تتكاتر بشكل عشوائي فالجسم ما ممكن يتقبله فبيصير حكحك بهذه المنطقة فهذا شيء كتير طبيعي وربما دليل على الشفاء دليل على الشفاء كمان مزبوط شكرا وليد من مصر يقول احترق ببطن طفلي البلغ من العمر عامين نتيجة وقوع مياه مغلية عليه وتم تشخيص الحرق من الدرجة الثانية خضع للعلاج لمدة شهر تقريبا أخبرنا الطبيب المعالج أن هذه الأثار ستزول بعد عام تقريبا وأن الطفل لن يحتاج إلى عمليات تجميل الجلد فهل هذا صحيح؟ إذا الجلد صار نمو الجلد بطريقة طبيعية وصارت السيرفاس جالسة أكيد منه بحاجة لزرع جلد فإذا بالمستقبل عانت له مشاكل صارت المنطقة صارت تشد يعني بصير متضايق المريض بهذه المنطقة بالمستقبل مجبورين نخضع للجراحة ونشيل هذه الندبة إذا صار في ندبة إذا الجناء عنده بيعمل ندبة مجبورين نشيلها ونزرع جلد جديد شكرا جزيلا دكتور ريشار سبعلي شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على متابعتكم لحلقة اليوم وعلى تفعلكم الدائم مع برنامجنا شكرا لمنتجات حلقة اليوم داليا حجازي تستطيعون دائما التواصل معنا من خلال الكتب إلينا بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة أولا أو على حسابي على الإنستغرام نعود إليكم حلقة جديدة دمتم بصحة جيدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة